اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بالمصر اعتدنا في هذا البرنامج ان نخصص حلقاتنا كل مرة لموضوع واحد وهذه الليلة سوف يكون لدينا موضوع واحد بعد قليل هو الرؤية الاستراتيجية لبناء مصر الرقمية موضوع للمستقبل بدأ في الحاضر وبدأ منذ قليل في الماضي ولكنه سيستمر معنا ايضا في المستقبل ولكن قبل ان نبدأ هذه الحلقة مع ضيوف كرام سوف يلحقون بنا بعد قليل لدينا اليوم تطور مهم فيما يتعلق بالملف الرئيسي الذي تفحس فيه مصر منذ عشر سنوات تقريبا وهو ملف سد النحط اليوم 13 يوليو 2020 اختتمت المواحسات التي رعاها الاتحاد الافريقي بخصوص صد النهضة الاسيوبي والتي استمرت على مدى 11 يوما ما بين مصر والسودان واسيوبيا وحضور مراقبين من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي واطراف دولية عديدة رعت هذه المواحسات الا ان الانباء التي خرجت اليوم في اليوم الاخير من هذه المواحسات المواحسات ذات الطابع الفني وايضا ذات الطابع القانوني تشير الى عدم وجود اتفاق حتى اللحظة حول رؤية ثلاثية لمصر والسودان واسيوبيا حول اتفاق ينظم عمل هذا السد على نهر المواحسات لم تنتهي الى شيء محدد حتى اللحظة وينتظر ان يتم رفع التقرير النهائي من الوزراء السلاسة وزراء الري والموارد المائية في مصر والسودان واسيوبيا الى الاتحاد الافريقي غدا الى دولة جنوب افريقيا بوصفها الرئيس الحال الاتحاد الافريقي لكي يتم عقد اجتماع قمة افريقية مصغرة في ضوء ما توصلت اليه هذه المواحسات التي استمرت سلاسة عشر يوما ووصفتها وزارة الرئي المصرية يوميا بانه لم يحدث حتى اللحظة اي تقدم يشير الى وجود توافق بين الاطراف السلاسة حول التعامل مع قضية سد النهط اذا هذا ملف اول مهم ورئيسي وسننتظر غدا ماذا ستقول جنوب افريقيا الرئيس الحال الاتحاد الافريقي عن التقرير الذي سيرفع اليها من الوزراء السلاسة للمياه والموارد المائية في مصر والسودان واسيوبيا الملف الثاني المهم ايضا في السياسة الخارجية المصرية والسياسة العربية الاقليمية عموما المتعلق بالملف الليبي الملف الليبي نعلم جميعا كم التعقيد وكم التداخل الذي لحق به خلال الاسابيع والشهول الاخيرة من جراء التدخل التركي غير المبرر ولا المفسر في شؤون الليبي ونعلم جميعا وقد ناقشنا في هذا البرنامج في حلقات سابقة التطورات تطورات الموقف المصري تجاه الازمة الليبية وكيف بعثت مصر رسائلها السياسية يوم السادس من يونيو الماضي عبر اقتراح مبادرة القاهرة لحل الازمة الليبية ثم بعدها باسبوعين من سيدي براني في الاطراف الغربية والحدود الغربية المصرية من قاعدة سيدي براني العسكرية عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة واضحة لان هناك خطا احمر يمر بسرط والجفرة في وسط ليبيا وان تخطي هذا الخط الاحمر سيهدد المصالح القومية المصرية وان مصر في هذه اللحظة ستكون مستعدة وجاهزة للدفاع عن هذه المصالح بكل السبل التي تملكها وخلال الاسبوع الماضي تمت مناورة عسكرية مصرية كبيرة اقتتمت على مدار عدة ايام مورة حسم 2020 في المنطقة الغربية هذه الملفات كلها ملفات مهمة وحالة ونحن الان نريد ان نعرف ما هي المواقف المصرية الاخيرة من هزين ملفين تحديدا ملفنا السد النهضة وليبيا ويسعدنا ويشرفنا ان نكون معنا عبر الهاتف معالي وزير الخارجية المصري سيادة السفير سامح شكري اهلا بك معالي الوزير اهلا بك معالي الوزير اليوم اختتمت مباحثات الفنية والقانونية لسد النهضة بعد احد عشر يوما من المفاوضات برعاية رئيس الاتحاد الافريقي الحالي جنوب افريقيا الى اين وصلنا اليوم قبل ان يقدم التقرير النهائي غدا لجنوب افريقيا اه يعني يمكن زي ما ظهر من البيان اللي صدر عن وزارة الرأي انه المفاوضات جولة المفاوضات اللي امتدت على مدى الزموين الماضيين لم تصل الى اتفاق اه وسوف يتم رفع التقرير اه نهاية هذه المفاوضات الى رئيس الاتحاد الافريقي اه اه طوطة لان يدعو الى اجتماع مكتب الاتحاد على مستوى القمة اه لتداول في الامر و اه وضع الرؤساء للرؤية بالنسبة للخطوات القادمة معالي الوزير يعني مصر سلكت طريقين في وقت واحد طريق مجلس الامن والذي اه كنا على هذه الشاشة قد تبعنا على مدارد الثواني الكلمة التي اه 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 اتكرمت مع الوزير بي اه 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 طرحية امام مجلس الامن وكانت موفقة للغاية وتبعت في المصار الثاني المصار الافريقي الان نحن في مفترق طرق كيف سيكون المصارات المصرية هل ستواصل في الملف الاوممي ام ستواصل في الملف الافريقي ام في الملفين معن بالتأكيد لانه الامر اصبح مسئولية لمجلس الامن ووذع لدي المجلس بحكم انعقاد الجلسة والتداول الذي تم خلالها من قبل كافة الاعضاء اللي اخذوا الكلمة وتحدثوا بالنسبة لرؤيتهم وطرحوا اه والاحوا على الدول بانتصل الى اتفاق اه نظرا لما اعلن عن المصار الافريقي نحن اه نثمن كثيرا الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الافريقي والاليات الافريقية باعتبارها الاليات كفقة تستطيع ان اه تقدم الحلول المشاكل الافريقية اه من خلال رؤية افريقية اه وانخرطنا في هذه الجولة اه بنفس حسن النية بنفس الارادة السياسية اللي عبرنا عنها في عديد من المناسبات ومنها بالتوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاق الذي تم استياخته اه في واشنغتون برعاية امريكية والبنك الدولي اه هذا لا يمنع بانه رغم التقدير والثقة اللي نضحها في الهيات الاتحاد الافريقي فالمنظمة الدولية اه هي تجوب المنظمات الاقليمية وخاصة الجهاز الرئيسي ممثل في مجلس الامن بحكم الميطاق الامم المتحدة ومسئوليته في حفظ السلم والامن وما لديه من ادوات والايات اه لتحقيق ذلك اه اه كل المسارات اللي اه اه طرحت التوفرة مصر انخرطت فيها اه بشكل ايجابي دائما نحن نسعى الى التوافق نسعى الى اه تقريب وجهات النظر اه نتعامل اه من منطلق اه فهمنا للقضايا وتقدرنا لاحتياجات شركائنا والرغبة في ان نفتح اه صفحة من التعاون الثلاثي اه للاستفادة الكاملة من هذا المورد اللي ها من النيل الازرق اه في اطار القانون الدولي في اطار المسؤوليات المترتبة اه بعد اه احداث ضرر جسيم اه و اه نستمر دائما في المسعى اه لو ايجاد الحلول السياسية لمثل هذه المشكلة طب مع الوزير يعني مصر الان بين اعتبرين للزمن الاعتبر الاول مرة اسبوعان على جلسة مجلس الامن اه وبدء المفاوضات اه 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 المباشرة تحت العاية الاتحاد الافريقي ولدينا الان فصل الصيف وفصل اه مل اه اه خزان السد سد النهضة ما هي اه اه حدود الزمنية التي يمكن لمصر ان تتحمل خلالها مثل هذا ال اه لا اريد ان نستخدم يعني مصطلحات قاسية ولكن التأجيل الاثيوبي للوصول الى اتفاق ملزم للاطراف السلاسة. اني اه اه وفقا لما تضمنوا اتفاق اه المبادئ في الفين وخمستاشر هناك مسؤولية على الجانب الاثيوبي اه بعدم الاقدام على الملء الا عند التوصل الى اتفاق اه اه فيما يتعلق بالملء والتشغيل هذا هو الزمن الرئيسي والذي تم ايضا اه اعادة تأكيده اه من خلال اه اه اجتماع مكتب الاتحاد على مستوى القمة ومن خلال الاحاديثة التي تمت اه في مجلس الامن اه الدول اللي اخذت الكلمة عضاء المجلس كلهم بردو اشاروا الى اهمية عدم اتخاذ اي طرف لاي اجراءات احادية وانما السعي للتوصل الى اتفاق اه نحن دائما نحترم التزاماتنا وانا توقع ان شركائنا ايضا يحترموا التزاماتهم ولا يخدموا على خطوة اه تكون معقدة او اه تجعل الامر اه اكثر تعقيدا وانما اه العمل وايجاد السبل لتجاوز اي عثرة والتوصل الى اتفاق نحن يعني في نهاية الامر اه ايضا مدركيا بانه اه لابد من الوصول الى اتفاق وعدم التوصل الى اتفاق هو اله اه الذي يعني يقود الى مزيد من التوتر وهذا ما نسعى لتجنبه اه لكن ايضا ضرورة التناول الموضوعي وتقدير بانه الامر ليس مجال اننا دائما في حالة اه بلوغ اه اه توافقات او توافاومات دون مستوى الوصول الى اتفاق اه يعني دم في الحقيقة ما هواش مألوف في اطار المفاوضات والتوصل إلى حلول على مستوى الدولي فلابد أن يكون هناك تقدير بأنه الوصول للاتفاق هو المعبر عن وجود إرادة سياسية عدم الوصول لا بد أن يكون هناك طرف محجم عن هذه الإرادة وغير راغب في الوصول إلى اتفاق طبعا عشان نفهم مع الوزير أكثر في هذا الملف تحديدا يعني الآن الطرف الإثيوبي لا يرفض الاتفاق ولكن يرفض الإلزام في الاتفاق ويرفض وجود آلية دائمة لفض المنازعات أو الاختلافات هل هذا صحيح أولا ثانيا هل في مثل هذه الاتفاقيات الدولية تحديدا فيما يخص توزيع حصص الأنهار والبحار في العالم هل هناك شيء يسمى اتفاق غير ملزم لكل أطراف والله يعني ما فيش في القانون الدولي شيء اعتبره اتفاق غير ملزم أي اتفاق فهو ملزم ملزم ويعامل على أنه اتفاق معبر عن إرادة سياسية يجب أن يتحترم وعدم احترامه يعد خروج عن الشرعية الدولية فأي اتفاق لا بد أن يكون ملزم ولكن هناك في مواد قانونية بتبرز هذا الشق وهي طبيعية وهي وردة ليس فقط في الاتفاقات الدولية ولكن حتى في إطار القانون المدني يعني دي أمور في الحقيقة مفروغ منها ولا يجب أن تكون محل تداول أو نقاش مطول كما كان الحل خلال هذه الجولة طب عدم اعتراف الطرف الإثيوبي بهذه القاعة وحدك رجل دبلوماسية وقانون معا نحن نعرف عدم اعتراف الطرف الإثيوبي بهذه البديهية في القوانين الداخلية وقانون الدولي وهي أن أي اتفاق يلزم أطرافه كيف تفسيرها معادي الوزير والله يعني أنا أتحدث عن ما هو دارج وبيعمل به لكن في نهاية الأمر هو فكرة الإرادة للوصول إلى الاتفاق هي اللي في الحقيقة اتدل على إذا كان هناك رغبة حقيقية وتوجه لحل هذه المشكلة مش هايزة أوصف موقف أي طرف أكتر من أني أأكد مرة أخرى التزام مصر بالقواعد الحكيمة للأنهارة عبيرة للحدود استعدادها دائما لفتح أفاق للتعاون والتواصل يصب في مصلحة شعوب الدول الثلاثة وضرورة التوصل إلى اتفاق لأنه عدم وجود الاتفاق بينظر بدخول في ملحة وملحنة من التصعيد ومن التوتر الذي يكون له انعكسات على الساحة الإقليمية والدولية مع الوزير سؤال الأخير في الملف الإسيوبي قبل أن تقل الملف الليبي بشكل سريع على غرار الملف الليبي السياسة الرئيس عفتاح السيسي حدد الخط الأحمر فيما يتعلق بالملف الليبي ما هو الخط الأحمر للسياسة الخارجية المصرية والمصالح المصرية عموما فيما يخص ملف سد المط الخط الأحمر وفقا للقانون الدولي هو حدوث الدرر الجسيم حدوث الدرر الجسيم ووقوع هذا الدرر هو شيء غير مشروع في إطار القانون الدولي واللي هو لا يمكن أن تقف مصر أجهزتها دون التعامل الحازم معه الدرر الجسيم هذا تحدده بالقطع السياسة المصرية بالتأكيد يتم تحديده وفقا للأثر وهذا الأثر ووقعه على المواطن المصري لمسنا في كلام أو في حديث معالي الوزير لمجلس الأمن ما يشير إلى هذا الخط أنك حددت أن هناك مخاطر جسيمة على الشعب المصري هل ذكر هذا الأمر أمام مجلس الأمن يعزز من الرؤية المصرية في حال تخطي هذا الخط الأحمر في حق مصر في التصرف كيفما تشاء لمعالجة هذه الأخطار الجسيمة بتأكيد وزي ما وضحت أنه ده مستمد من مبادئ القانون الدولي اللي يجب إحترامها ومراعبها وأن الخروج عنها يعد مخالفة ده أقدر رد فاعل مناسب معالي الوزير أنتقل مع حضرتك سريعا إلى الملف الليبي واليوم ذكرت وكالات الأنباء أن هناك مذكرة تقدمت بها مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص للأمم المتحدة بشأن الاتفاقية تفاقية تركية مع حكومة الوفاق الليبية حول تعيين الحدود في البحر المتوسط وأنكم طالبتم الأطراف الخمسة بعدم الأمم المتحدة بعدم تسجيل هذه المذكرة نظرا لأسباب ذكرتمها هل الخبر صحيح وما هي الأسباب التي استلدتم إليها لمطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل هذه المذكرة الخبر صحيح والمذكرة في الحقيقة الخانونية محجمة بتوضح الأسباب التي تدفع الدول التي تضمنت في تقديم هذه المذكرة لماذا لا يجب أن تسجل الأمم المتحدة هذه الاتفاقيات هناك اعتراض من حيث مدى صلاحية في المجلس الرئاسي أن يدخل في هذه التفاقيات نظرا لأنه منقوص التشكيل وفقا لاتفاق الصخيرات اللي هو تم بناء عليه واعتمد من مجلس الأمن وبالتالي هو الذي يستمد منه ومن تنفيذ مواده شرعية كل تصرف يتم من قبل مؤسسات الدولة الليبية سواء كان مجلس الرئاسي الحكومة الليبية مجلس النواب الليبي كله خاضع للاتفاق الذي تم سياقضه في الصخيرات وفقا ليه محددات وفقا ليه معايير وتم اعتماده من مجلس الأمن إذا كان هناك أي مخالفة أو عنصر غير مكتمل بالنسبة لأي من هذه الأجهزة اللي استمدت شرعيتها من الاتفاق الصخيرات وبالتالي أي عمل مطلب تبعنا ذلك لا يحظى بالشرعية نحن نعلم جيدا بأن التسجيل في الأمم المتحدة لا يطفي في حد ذاته شرعية على أي اتفاق إنما هو إداع مش هايز أقول شكلي لكنه إداع إجرائي إداع في نوع من الإشهار لكن لا يجب أن يكون هذا موقف ونعتمد على أنه لا يجب أن يكون هناك إشهار لشيء خارج عن الإطار العام أو القاعدة العامة الخاصة بالمرجعية اللي بتطفي الشرعية على أي عمل يتم تناوله في إطار المنظمة الدولية عدم إداع هذه المذكرة معالوزير وكما فهمت الآن يخرج هذه المذكرة مذكرة التفاوم بين حكومة السراج وتركيا من إطار الشرعية الدولية هذا على المستوى القانوني والأممي والإجرائي كما ذكرت حضرتك لكن على المستوى العملي لو لم يتم هذا الإيداع ما هي الإجراءات العملية كيف سينظر إلى التحركات التركية العسكرية في مد حكومة الوفاق بالمرتزقة وبالأسلحة والتحركات الجوية والبحرية هل سيكون هناك أثار عملية واعتبار أن هذه التحركات خارجة عن القانون الدولي ولا يتسندها سواء شرعية دولية أو شرعية اتفاق صنائي بين ليبيا وتركيا بما يترتب عليه إجراءات لا نعرفها والله يعني هو مش مرتبط بموضوع الإيداع وموضوع الإيداع ده موضوع قانوني إجرائي تتجاوزوا هذه الأعمال هذه الأعمال في حد ذاتها هي خرق لقرار مجلس الأمن اللي بيحذر توريد السلاح اللي بيحذر دعم الصراع العسكري على الأراضي الليبية في حد ذاتها أي تصرفات من هذا الخبيل فهي تخضع لعدم شرعيتها وتناول مجلس الأمن وأعضاءه لها ليتخذوا حيالها الإجراءات الكفيلة بالحد منها والتعامل معها طيب مع الوزير أيضا في المسألة الليبية لدينا الآن وواضح للجميع أن تركيا تكاد تكون معزولة في إطارها الأوروبي وإطارها الشرق أوسطي والعربي وأن الأطر أو الدول الكبرى والرئيسية في أوروبا وأيضا الإتحاد الأوروبي كلها تتصرف باعتبار أن تركيا تخرق القواعد الدولية وتخرق أيضا قرارات مجلس الأمن عدا جهة واحدة وهي حلف الأطلنطي ما هو المشهد الآن في التعالفات الدولية تجاه الخروج التركي عن الشرعية الدولية وضعا في الاعتبار الموقف غير المعلن لحلف الأطلنطي حتى الآن يعني زي ما سألتك تفضلت أن السياسات التركية أصبحت محل قلق لدوائر دولية عديدة سواء كانت إقليمية أو دولية وهذا واضح في إطار التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بحالة التشاحن والتوتر المترتبة عن هذه السياسات في منطقة الشرق المتوسط العلاقة مع اليونان مع أبروس استمرار التوجه غير الإيجابي تجاه مصر كلها أصبحت محل قلق لما قد تؤدي إليه من تفاقم الأوضاع والانحضار في منحنة من التصعيد والتأزم لكل أن يدعمل وفقا للمصلحة ووفقا لرؤية بكيفية احتواء كل ذلك تركيا على خط طبعا وعضويتها في النيتو لها أهميتها بحكم موقع تركيا الجغرافي وحكم قدرتها العسكرية لكن ده لا يعفيها من المسؤولية في حالة ارتكابة أي إجراءات مخلفة لقواعد القانون الدولي أو لخرارات مجلس الأمن في المسألة الليبية ونحن قد رعينا القيادة المصرية السياسية والعسكرية الرئيسة الفتاح السيسي أوضح موقف مصر العملي واضحا مما اسمته مصر الخط الأحمر وحتى اللحظة وهذا يعني واضح للجميع منذ صدور هذه التصريحات والتحركات على الأرض في ليبيا بما فيها التحركات التركية تراوح في مكانها وابن الواضح أنها أخذت في الاعتبار الموقف المصري لكن على الصعيد الدولي والديبلوماسي هل هذه المواقف الأوروبية التي في معظمها ترفض التصرفات التركية من الممكن أن تصل في لحظة ما وهنا لا أقارم مع الموقف الإثيوبي لكن أقارم في الإطار الدولي الأممي هل من الوارد أن يكون لمجلس الأمن وفقا لأي فصل من فصول ميثاق الأمم المتحدة دور ما في إيقاف ما تقوم به تركيا من عبس في المنطقة كلها؟ طبعا لمجلس الأمن في تدوله وانطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن يستطيع أن يتخذ الإجراءات وفقا للفصل السادس أو طبعا في حالة تأزم الموقف والوصول إلى إقرار بأن هناك خرق بالغ للشرعية الدولية ولمخررات الدولية بأن يتخذ إجراءات تحت الفصل السابع لكن هذه المرحلة هي مرحلة متقدمة جدا ولكن من ناحية النظرية دائما هناك قدرة أن يتخذها المجلس الأمن طب السؤال الأخير في ملف ليبي معالي الوزير وأنا هنا أسأل بحكم خبرة معالي وزير الخارجية الدبلوماسية الطويلة السياسة التركية الحالية سواء في سوريا أو في ليبيا أو في المنطقة عمومة ارتبطت بحزب العدالة والتنمية ارتبطت بالرئيس التركي الحالي وهذه السياسة يريد أن أفهم هل نحن إذا سياسة عدوانية توسعية مؤقتة مرتبطة برؤية لحزب ورئيس أم أننا إذا سياسة تركية يمكن أن تستمر بنفس الطريقة في المنطقة حتى لو تغير الحكم داخل تركيا ولا يعني أنا لن أخود في أمور متصلة بالوضع الداخلي في تركيا نحن من مبادئنا الرسيخة هي عدم التدخل في شؤون الآخرين الداخلية نحن نتعامل مع السياسات القائمة الحكومة التي تحظى بالشرعية ونخيم هذه السياسة وفقا لما هو ظاهر من توجهات بيكون لها مظاهر في إطار العلاقات الدولية في إطار التفاعلات على المستوى الإقليمي ونتعامل مع كل هذه الخضايا بدقة وبدائما مراعاة الحفاظ على المصالح المصرية والدفاع عنها وفي نفس الوقت عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تزيد من التوتر أو تؤجج من الصراع وإنما دائما الرغبة في العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة وهذا هو الأسس اللي بيتم تسيير السياسة الخارجية المصرية على أساسها شكرك شكرا جزيلا معالي وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري على تشريفك لنا في هذه الحلقة هو إجابتك عن كل هذه الأسئلة التي تتعلق بها الملفين الإسيوبي والليبي شكرا جزيلا شكرا لك مشاهد الكرام رأينا كيف اختتم وزير الخارجية المصري سامح شكري حديثه بما يليق بتقاليد الدولة المصرية وتقاليد الخارجية المصرية عندما سألناه عن ارتباط السياسة التوسعية التركية في المنطقة ككل وفي ليبيا على الأخص بحكم معين ورئيس معين وزير الخارجية المصري أجاب إجابة المضاحة بأن مصر لا تتدخل في السياسة الداخلية لأي دولة ليتقيم السياسة الخارجية علينا أن نقارن ما قاله وزير الخارجية المصري بما تقوله كل وسائل الإعلام التركية والمسؤولين الكبار في تركيا من تدخل يومي وعلى مدار الساعة في الشؤون الداخلية المصرية ومحاولة أن تقيم نفسها وصية على هذا البلد شهد الكرام سنعود بعض الفاصل القصير إلى موضوع حلقتنا الرئيسي الليلة وهو موضوع مصر الرؤية السراتيجية لبناء مصر الرقمية نخرج الفاصل ونعود نستقبل ضيوفنا الكرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن ضيق الوقت الذي ستتبقنا لكن في كل الأحوال هي حلقة عن موضوع كما ذكرت بدأ في الماضي الآن هو معنا وسيكون هو كل المستقبل هو الاستراتيجية المصرية أو لبناء مصر الرقمية موضوع مركب معقد قد تكون بعض مفرداته غير مفهومة لنا سنسعى إلى فهمها لكن في كل الأحوال نبدأ في الفوع الفور في الترحيب وديفين الكريمين هنا في الستوديو الأستاذ الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكانة أهلا بكم خالد كما نرحب بالمهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية ونرحب أيضا من السودياتنا بوسط القاهرة المهندس أحمد أنيس خبير أمن المعلومات والرقمنة ومدير عام أمن المعلومات بأحدى مباحة أكبر البنوك الاستثمارية أهلا بك يا بشوانس يبدو أن الصوت لم يصل لكن أنا أبدأ بك دكتور خالد دكتور خالد يعني غير المتخصص المواطن الطبيعي اللي زي حالاتي ربما تغيب عنه كثير من المصطلحات اللي بدأت في التداول الفترة الأخيرة عندما نقول نقول مصر الرقمية أو نقول الرقمنة أو مرادفاتها باللغات الأجنبية ماذا نريد أن نقول ماذا نفعل بالضبط ما هذي مصر الرقمية طب نقول ما هو الغير الرقمية طب نقول أو العكس أعرف عليك أعرف كما تريد لكن النص اللي هي تعريف النهائي الحياة الغير الرقمية الحياة بتعتمد على أوراق بتعتمد على أن دايما أنا هكذا غير رقم أه ده غير رقم وهكذا رقم هكذا رقمي الفكرة أن إحنا إزاي يبقى كل تعاملاتنا اليومية في الشغل وفي البيت في الترفيه وفي النادي وفي المدرسة كله بيشتغل رقمي خلاص ما فيش داعي إن احنا نستخدم ورق عندي المنهج إلكتروني عندي التعامل مع الأستاذ أو الدكتور إلكتروني عندي التعامل مع الحكومة إلكتروني بطلب طلباتي إلكتروني لو احتاجت ورقة يبقى أنا لسه لم أكمل هذا التحول فالعالم كله بيتجه إلى ما يسمى بالحياة الرقمية خلاص حضرتك أنت النهاردة بتتجر إلكتروني بتتعلم إلكتروني بتاخد ترفيه إلكتروني هو ده معنى الرقمان إيه الفايدة لازم برضو الناس تبقى عارف إحنا ليه ليه موضوع الرقمانة ده وحنسى الشراء وإيه العيوب كمان طبعا مليانة مليانة عويوب بس الفايدة الأساسية الفايدة الأساسية إن حضرتك طبعا لو فيه تعامل ورقي الورقة ممكن تضيع وممكن تتزور وممكن يحصل فيها تغيير وكذا الفايدة التانية إن أنا بيطلع لي كم هائل من البيانات والبيانات ده بتحليلاتها بنقدر نحل الحاجات كتير قوي نحل السلوك ونوقف فساد ونصلح سياسات كل ده ليه لأن أنا بقيت شايف اللي بيحصل قدامي بقى عندي رؤية فالبيانات دي أصبحت تمثل الرؤية وتمثل العمود الفقري بتاع أي دولة حديث ليه لأنه بيعتمد على تحليل هذه البيانات بكافة الطرق عشان يعرف هل هو ماشي في التجاه السليم ولا لأ وهل لو عمل تغيير مجتمعي بأي شكل ما بمؤسسة جديدة بسياسة جديدة بقانون جديد ما هو تأثيرها في الشارع الحياة الرقمية بتسمح لنا بكده الحياة الورقية لا تسمح لنا بكده لأن أنا برضو عشان أطلع تقرير ووري صنع القرار ما هي التدعيات عبالما الورق يتلم وعبالما مجمع الجامعية واشوف مين اللي قال أو مين اللي قال أو هكذا فالناس استغنت عن هذا وبتعتعامل بقى رقميا بحيث إنها تقدر تقدر تكشف أو تقدر يعني بيقوله بالانجليزي كابتشر كده أو أو تلقط كل مناحي الحياة عشان خطر تقدر تبتلي تتفرج تغيرها خلاص ده إيه ده معنى الرقمية بكل سهول تمام هستفيد منها إياك أنا كمواطن إن أنا بدل خدمتي ملم أوراق كتيرة وأخد خطوات كتيرة هي تبقى خطوة واحدة بيني وبين الكمبيوتر والجهة الناحية التانية بتتعكد من لو أنا أستحق هذه الخدمة أو لا وبالتالي أنا مش محتاج للسلسلة الطويلة عشان أوصل للخدمة بتاعتي كخدمة طيب أنا برضو حاخد الخطوة نعدك روح للمهندس إيهاب وصعب الدنيا شوية يعني الدكتور خالد شرح لنا ببساطة إن الرقمي هو بيوفر لنا وقت بيوفر لنا جهت بيحفظ لنا داتا سواء كانت صغيرة أو بيك داتا يعني بيحفظين أمور طيب فيما أبعد من هذا بقى إحنا كل دا وهناك العنصر البشري لازالة موجودة اللي هو بياخد المعلومات وبيحللها وبيشوفها وبياخدها بشكل أسهل الخطوة التانية في الرقمي اللي هي للذكاء الاصطناعي هل دا معناه أننا سنختفي نحن وتبقى الماكينة التي تحل محلنا والبيك داتا تتحل محل رؤوسنا وأمنياتنا ماذا سيحد يعني هل مصر عندها هذا الطموح أنه بالإضافة للرقمنة يبقى كمان الزكاء الاصطناعي اللي داخل الآن في كثير من الدول في مجالات كثيرة لكن قد تكون مبررة نتيجة وجود عجلة في الموارد البشرية لكن هل نحن أيضا على خطوة الرقمنة والذكاء الاصطناعي هل هم خطوتين مع بعض ولا ممكن نفصل دي عندي حالة مصرية هو إحنا يعني مثلا كغرف تجارية إحنا فعلا حتى بنضك بالتالي ممكن المنتج يوصل للمستهلك بشكل سهل وبسيط باستخدام التكنولوجيا فبالتالي دور التاجر ده لو ما قدرش أنه هو برضو يستخدم الوسائل دي ويقرب للمستهلك بالنظم الحديثة دي هينتهي دوره وبالتالي لازم يبقى فيه إعادة تأهيل يعني حتى احنا محتاجين برضو تنظيم وإقداره مش يبقى الواحد شغال لدراسة الجدوى بتاعت المشروع بتاعه وخلاص لأ لازم يبقى عارف هو هيقدم إيه وعدد المستخدمين قد إيه وبالتالي يقدر يقدم لهم بصورة جيدة يعني فالاتصالات بصراحة يعني بتقوم بالدور ده بنسبال لكم في التجارة وبنقوم بتدريبهم بالتعاون مع وزارة انت هتدربهم مع انت تستغنى عنهم لا بالعكس هم هتدربهم مع التكنولوجيا لأن هم التخوف الرئيسي التخوف الرئيسي دايما من التكنولوجيا هو أن تزيد التكنولوجيا وقل البشر ففي التجارة ده هيحصل مع التجارة الإلكترونية ولا هيحل محل لا بالعكس لوما دورهم ان هم صفراء لتوصيل الرسالة التكنولوجية للمجتمع المصر بحيث ان هو يثقفه ازاي يستخدمها وهيفضل متعاون حتى على سبيل المثال الموبايل احنا ما كناش نتوقع ان كان في الموبايل هيبقى فعلا بإيد الجميع المحلات التجارية او التجار هما كانوا سبب رئيسي في انتشار الوعي في المحمول وهما ان شاء الله برضه هيسبب رئيسي في انتشار التكنولوجيا وكيفية استخدامها لتوعية المواطن ان امر حضر السلام عليس المح فيه عند الدكتور خالد تعليق على فكرة البشر والماكينة ارجو نسف عمر حضرت يا فكرة فندم عمر يعني عمر ما واحد هيحب يتعالج مكان هي اللي تعالجه ولا مكان هي اللي الدفع عنه قضية الزكاة الاصطناعي ما هو إلا مكمل للقدرات البشرية مكمل مكمل ولاس بديل طبعا لا يمكن يكون بديل لا يمكن خلاص وكل الدراسات بتقول إيه اللي حاول يشغل المكنة كبديل للبشر صادف بمشاكل كتيرة جدا وبالتالي ابتدت الفكرة هي كيفية ان الآلة والانسان يبقوا لا يتجزق من بعضه أنا الآلة بتديني بتديني رؤية بس الرؤية البشرية ورؤية المشاعر ورؤية المواقف والتغيير المواقف لأن أي تحليل بيعتمد على ما حدث في الماضي وما حدث في موقف معين لو غيرت الزمان والمكان الآلة بتقعف وهنا هنا جمال العقل البشر خلاص فإحنا بنكمل العقل البشري بال بال القدرات الهائلة للمكان الحاسبات الكبيرة ممتاز طب أستاذ محمد أنيس وأنت خبير لأمن المعلومات أستاذ محمد أنيس عفوا خبير في أمن المعلومات ومن القواعد البسيطة يعني ليس في المعلومات أنك إذا كان لديك يعني صروة صغيرة وضعتها في مكان واحد فهي أكثر تعرضا للخطر للسطو عليها أكثر من أن توزعها في أماكن مختلفة تجميع المعلومات في على ماكينات وعلى وسائل إلكترونية ووسائط إلكترونية والوصول إلى البيك داتا هل هذا لا يمثل تهديداً أكبر وأخصر خطورة على ما يمتلكوا أو تنتلكوا البشرية أو المؤسسات من المعلومات من الوضع الحالي الوضع الورقي أو الوضع التوزيع المعلوماتي في أماكن كثيرة أيهم أكثر أمناً للبشرية الحقيقة السؤال دوت من الأسئلة القوية جداً أو الأسئلة المحورية في الأول حابب أشكر حضرتك على موضوع الحلقة يعني هو موضوع رائع ويمكن السيدة ضيوف وساعدتك يعني من أعمدة التكنولوجيا يعني الإعلام والسيدة من أعمدة التكنولوجيا فعلاً التحول الرقمي جنباً إلى جنباً مع أمن المعلومات أمن المعلومات هو يعتبر أحد الضمانات اللي إحنا بنقدر نحمي بيها العملية ككل يعني خليني يقول مثلاً أن 60% من البزنس مهدد في 2020 أنه هو يفشل أو يفيل بسبب مشاكل في إدارة مخاطر أمن المعلومات المتعلقة بالتحول الرقمي ده جارتنر according to جارتنر يعني والسؤال ده مهم بتاع حضرتك لأن طبقاً الإحصائيات أن 79% من المديرين المؤسسات بالنسبة لهم أن ده أول سؤال هل أنا ناجح أن أنا أأمن المعلومات بعد ما أقدر أعمل لها ديجيتاليزيشن أو أقدر أعمل لها تحول رقمي هل أنا أقدر أحميها هنا هنا دي من أكتر التحديات وخليني كده أتكلم في مجموعة من النقط اللي يمكن عكس الكلام اللي كان لسه متقل من ثواني فكرة البشر أحد التحديات الكبيرة في النقلة دي نفسها هو وجود كفاءات بشرية تقدر أن هي تنجح تعمل عملية التحول الرقمي وفي نفس الوقت تحمي عملية التحول الرقمي الموضوع النظرة ليه بقت مختلفة أن أنا مش مجرد أن أنا عايز أحمي بس المعلومة لا أنا عايز أحمي المعلومة وما عطلش التحول الرقمي علشان أقدر أقدم الخدمة الفكرة التانية أو التحدي التاني في أن نفس الناس اللي بتعمل أمن المعلومات هي نفسها محتاجة نفسها تتغير أنها لا ينفعش تقول لا هي لازم تلاقي عمل بديل أنا دلوقتي الديتا بدل ما كانت في مكان واحد أو أن أنا بحفظها في مكان لا أو أنا بربط كل الأماكن ببعضها بحيث أن أنا أقدر أقدم الخدمة فده تحدي عنيف جدا للشخص مسؤول أمن المعلومات بتاع المختص بتأمين المعلومات دي كمان فكرة أن أمن المعلومات إمتى يكون موجود يمكن سيادة الرئيس لما كان بيتكلم عن العاصمة الجديدة فبيتكلم كان أول حاجات اللي قالها إحنا هنأمن المعلومات عن طريق كذا يعني تكلم في أمن المعلومات من الخطوة الأولانية وإحنا لسه بنبني البنية التحتية فبرضو تحدي أن أمن المعلومات لازم يفضل ماشي جنب إلى جنب مع عملية التقاول الرقمي سعود سعود إلى هذا الأمر تفصير لكن الآن هناك فاصل لابد أن نزب إليه مشاهدين الكلام فاصل وقصير ونعود وبعده ونستعين في حوال مع ضيوفين الكراب أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى نواصل حوارنا مع ضيوفنا الكرام وأتوجه إليك دكتور خالد العطار ولدي أمامي أرقام كثيرة للغاية للغاية عن تطور الأوضاع في مصر في تجاه الرقمنة والتجاه الرقمية وأنا يعني لو بدأت فيها سأنتهي بعد ربع ساعة لكن من بينها الاستثمارات نمو قطاع الاتصالات في مصر بنسب تبدو هائلة موقع مصر على مستوى العالم في تطور سرعة الإنترنت حجم أيضا حصة في مصر من السوق العالمي لخدمة التكنولوجيا الصدرات المصرية في هذا المجال لدينا كلها أرقام إيجابية للغاية هذه الأرقام إلى أين تتوجهون يعني ماذا تريد وزارة الاتصالات من الأرقام اللي أنا مش عايز أزعج لكنها الأرقام دلة وكبيرة ولديك أيضا تعليق حول البشر والماكينة الأول عن حضرتك على حيثة الأرقام هو إحنا تأخرنا كتير خلاص وأي تقدم دلوقتي هو يعني تقدم نتيجة لأن إحنا كنا متأخرين وبنحاول نلحق بالرجل التقدم اللي تم ده عبارة عن يعني زي بنقول نقطة في بحر إحنا لسه قدامنا مشوار طويل أوي خلاص الرقمنا بتستدعي تغيير في ثقافات وتغيير في وظائف وتغيير في تفكير وتغيير في طرق أداء تمام إحنا بنتكلم على تغيير كامل للمجتمع والناس كلها بتتكلم على الحياة الرقمية هل إحنا النهاردة قادرين عليها عايزين نغير في وظائف كتيرة بالعكس الوظائف هتزيد مش هتقل هتزيد هتزيد بس نوعية الوظائف هي اللي هتختلف يعني البشمونس أحمد ذكر حتة أمن المعلومات تقع عنصر أصيل وجزء أصيل من الرقمانة ولا يمكن يكون عندي رقمانة من غير ما يبقى عندي حماية لخصوصية مواطن وحماية للبيانات لأسباب أمنية وأسباب تنفسية وأسباب تشغيلية وبالتالي إحنا الوظائف شكلها يتغير وعشان كده تم إطلاق العديد من برامج التدريب لأنه لازم نغير في شكل الوظائف التنفسية المصرية مش هتتغير ولا هتنمو غير بتغيير شكل الوظائف خلاص الوظائف اللي هي ممكن الآلة تقوم بيها اللي هي الحاجات البسيطة دي لازم تختفي ويجي مكانها الوظائف الأكثر عمقا واللي بيحتاجها فكر حقيقي ده يحتاج تغيير في في الثقافة يحتاج تدريب في التغليم يحتاج في التدريب في الأداء كل ده لازم يتغير وهو ده إحنا يعني زي وقتل حضرتك كده القطر تحرك من مكان لكن هل القطر وصل للمحطة يعني لأ لسه عندنا شغل كتير طموحنا ايه طموحنا ان احنا خلوطا بالعالم يعني انا مش عايز اضع اسماء دول لكن لدينا مثلا الهند دولة وضعت برنامج وحققت تمام احنا طموحنا ايه في هذا المجال احنا بنقفز فعلا فيه قفزات كبيرة احنا طموحنا ان احنا نبقى في أحسن 30 دولة ده طموح 20-30 في كافة المؤشرات خلاص والتحول الرقمي او الرقمنا جزء من هذا هذا الطموح ده طموح دولة طموح دولة انها تحسن مؤشراتها وتبقى من اقوى 30 دول مؤشراتها دي بالنسبة للمواطن اللي قدامنا اه يعني ايه هو قاعد في بيته دلوقتي يعني ايه ازاي يا دول احنا شطار اه ولا هو هنحس بحاجة هو قاعد في بيت لا يا فنلم ده هيحس بكتير ايه بقى خلاص طموح في مستوى تعليم طموح في في خدمة وحصوله على خدمة طموح في حفاظ على بياناته طموح في التواصل بينه وبين اللي حواليه طموح في الرقية في المجتمع بيجي من الرقية في التعامل خلاص الرقمنا بتساعد على هذا برضه لان انا بشوف المشاكل وادرس المشاكل الاجتماعية واتعامل معاه الطموح ان احنا بنتغير كمجتمع نصبح مجتمع حديث يتسم بالشفافية في التعامل يتسم بالتعامل الجيد في كافة المجالات هو ده الطموح طبعا طبعا هزي جولتنا الاخيرة في الاسئلة وهي ستكون قصيرة لانه واختنا انتهى المهندس ايهاب سعيد حضرتك يعني من الغرف التجارية والغرف التجارية يعني انتاج وتوزيع طب ومسؤول عن المنافذ التجارة عموما يعني غرفته ينتج ورفص صناعية حلقة الاتصال بين المؤرد والمستهلك طب انت قلتلي ده حيزود العامل باش طب المواطن ده اللي قاد كلما تقدمت به نفس السؤال اللي سألت بالدكتور خالد كلما زادت حالة التكنولوجيا والرقمنع انتو ايه استفادتكو ايه اضراركو طبعا اضرار ان فيه زي ما دكتور خالد قال ان فيه بعض الانشطة ممكن هتتأثر وممكن تندسر ولذلك يجب انه هو برضو اتعلم ولا حتى كنا لسه بنتكلم عن تجربة التكسل الابيض ونموذج اوبر وكريم هل الناس استفادت ولو عملنا تقييم الناس هتقول لا اوبر وكريم افضل بالنسبة تأدية الخدمة ومستوى الخدمة ولكن فيه بعض الناس اتقدرت لكن لازم ان هم كانوا يطوروا من نفسهم ويحاولوا ويستخدموا وهم اتحطوا دلوقتي في الاطار الشرعي هل هي وفرت فرص عمل ده وفرت فرص عمل هتقدر تحافظ على فرص العمل اللي اللي عايز يركب مركب التطور ويحاول يحافظ على مهند اشكرك 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 في النهاية لكن سؤال الأخير وانس احمد انا اسم وانس احمد يعني سؤالي بقى اللي علاقة بشغلتك دلوقتي وده ايضا اجابة ارجو ان تكون سريع انت مدير عام امن المعلومات باحد اكبر البنوك الاستثمارية طب هزي البنوك الاستثمارية وغيرها من البنوك مع حالة الرقمانة اللي احنا بنجري في اتجاهها هيبع عندنا فيه بنوك واللي هعندنا فيه التليفون على البنك على التليفون وانا عاد في البيت ونغلق الفروع ونشتغل من بيوتنا وكذلك الحال في كل من يتعامل في المعلومات او النقود او الاموال وانا ايش حالة افتراضية كاملة طيب هو ده هو ده يمكن السؤال اللي كل الناس بتسأله في الفترة ديت امتى خلاص مش هيبقى فيه ان انا بروح للبنك او ان انا بكلم باشخاص خليني اقول ان الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي هو الهدف يعني من احد نواد جوه هي الشمول المالي يعني كل ما بالاضافة الى ان كل ما الناس تبطل تكلم بعضها كل ما انت ده احد اهدافها ان انت بتقلل الفساد هل هيجي اللحظة ان انت مش محتاج تكلم بني ادم او تروح فيه بنك موجود دلوقتي من غير ما اسكر اسمه بقى خلاص موجود بنك تماما الالكترونيك على الويب يعني هو البنك عبارة عن موقع الالكتروني بالكامل ما فيهوش اي بني ادمين انت بتروح ملهوش تروح فده طريق الناس بتتحرك له كل البنوك اللي هي بتنجح او نجحة دلوقتي على قد ما هي بتقدر تقدم يعني ديجيتال انترفيس او موقع او يعني مساعد رقمي رد عليك او تليفون نعم كل ما البنك ده بينجح انه هو يقدم الخدمة زيه زي اي مؤسسة تانية الموضوع ملوش علاقة انه هو بنك بس لأ انت كل ما بتبعد عن التعامل كل ما الخدمة بتجيلك لحد باب بيتك او لحد المكان اللي انت قاعد فيه كل ما بتقدر تتعامل اسرع يعني يمكن الكورونا او الازمة الكورونا لما ظهرت بالعكس كانت دافع قوي جدا ان كل الناس تبدأ تتحرك وتجرب وتجربها والناس كتيرة جربت انها تجرب السايكل كلها او الداية كلها ان انت من غير ما تقابل بني ادمين وتعمل الخدمة بتاعتك وبتنجح فهي انا شايف ان ده الهدف اللي احنا محتاجين نوصله وهنوصله ممكن يعني يعني في اعادة هيكلة البني ادم هيبقى بقدم خدمة تانية غير الخدمة اللي التي يمكن استبدالها اتضع اتضع دفكرة معكس ده هيكون اسرع اتضع دفكرة مهندس احمد انس ويعني مضطر انهي هذه الحلقة بشكرك في نهايتها مهندس احمد انس خبير امن المعلومات القولة الرقمنا ومدير عام امن المعلومات باحد اكبر البنوك الاستثمارية باشكر حضاك على مشاركتك لنا واتمنى مرة جاية نقول احد البنوك الاستثمارية كمان مش البنوك الاستثمارية الافتراضية شكرك على مشاركتك معنا واشكرك سيد دكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتعمال الادارية والتحاول الرقمي والما يكان على تشريفك لنا وبعتذر لكي لايكم على قصر الحلقة نظرا اللي اتلاغ واشكرك ايضا المهندس ايهاب سعيد رئيس شعب التصالات للاتحاد العام للغرف التبارية شكرا 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 الشكر كل شكرا لكم اتعاد حلقتنا الليلة نلتقي بكم ان شاء الله في حلقة اخرى قادمة اشتركوا في القناة